وصلنا بقى للبلاي ستيشن ونشوف الأستاذ محمد وأستاذ جاستن هيعملوا إيه في السباق بتاعنا ومين اللي هيفوز ومين اللي هيسبق عايز أقول لكو على نصيحة لما تلاقوا بنزين خدوه لأن العربيات هنا بتوقف من غير بنزين أوكي؟ جاهزين للسباق؟ جاهزين نشجع جاستن ومحمد؟ جاهزين يلا محمد معاه العربية السفرة جاستن معاه العربية الحمرة ونبتدي على طول محمد في المركز 19 بقى في 20 جاستن في 18 عداه برافو يا ابني أهم حاجة البنزين أيوة يا أولاد عداك لسه أنت في السباعتاشر وهو في العشرين لسه في المركز الأخير يلا يا محمد خد بنزين برافو جاستن في السباعتاشر محمد في التساعتاشر بس محمد جاستن محمد واو جاستن في الثلاثتاشر محمد لسه في المركز اللي قبل الأخير برافو يا جاستن في الثناشر أيوة يا ابني أيوة يا ابني أيوة كده حاسب انت لما بتاخد الأنجي بتسرع بتاخد بلك وانت بتتحول يا محمد جاستن مش محتاج طبعا النصايح جاستن في اللفة الثالثة وفي المركز العاشر حاسب خلي بالاكم البنزين يا جاستن بس بس هو في التساعت يبرو مع عشر عربيات برافو ايه يا جاستن انت عاد قدام تستيشن طول وقت برافو في الثامن في السابع برافو محمد للأسف لسه في المركز اللي قبل الأخير أوه معلاش مش مهم طبعا مش هيسبقك بس يعني انت ممكن تسبقهم كلهم برضا السابع السادس عمال بقى خامس السابع سادس رابع بيت إلف ومعربية ده جاية أجلي فاينل لاب عند جاستن وجاستن في المركز السابع بقى في السادس بقى في الخامس ومحمد في الستاشر جاستن بقى في الرابع واو ومحمد بقى في الخمستاشر برافو ياس ياس جاستن، خلص المركز الرابع محمد في العربع عشر وليس مكمل في الثلاثة عشر اثناشر برافو يامحمد يالله يامحمد يهمك يالله يامحمد والنك آه، طلاثة عشر محمد في مركز الثلاثة عشر جاستن المركز الرابع جاستن هو اللي كسب يعني السبق ده بس عادي احنا عندنا حاجة تانية نكسبها مش كده ولا ايه برافو جريت جوب الولاد ايه اه اه يلا ايه والله يمن التقايم احنا هنخش نشوف بقى ايه كونكت فور هنعمل فيها ايه كده